أنا عايزة أشتغل مش عايزة أشغل كخة بقى إن مشاهير الفنانين يجوا يطلعوا على التيك توك ويتشهروا أكتر من وقت للتاني كده كل شوية بنلاقي فنانين عمالين يشتكوا من قلة الشغل والعروض الفنية وعلشان يقدروا يعيشوا لجأوا لشغلانات عمرهم ما يتخيلوا يشتغلوها لدرجة بعضهم اشتغل على عربية قهوة والشوية التانيين ما بقاش وراهم غير لايفات التيك توك ولو انت عايز تعرف مين هم الفنانين دول تابع الفيديو للنهاية أول حد معنا هو الفنان كريم الحسيني واحد من أهم النجوم الشابة اللي أبدعوا في أدوارهم سواء في السينما أو التلفزيون وكان محظوظ بشغله مع كبار الفنانين فشارك مثلا في فيلم شمس الزناتي مع عاد الإمام ومعالي الوزير لأحمد زكي وأعمال تانية كتير حقق فيها نجاح وشغرة كبيرة لكن كل ده فجأة تحول وبعد ما كان نجم في السماء ما بقاش لقي شغلة حتى لو كن بارس في فيلم علشان كده قرر يفتح مشروع مشروبات سخنة على الطريق يعني بيبيع قهوة أو شاي لأي حد وقرر يشارك متابعينه وجمهوره الخطوة دي فرح ناشر فيديو على صفحته على الفيسبوك وكتب عليه بما إن موسم الفيديو مش شغال في رمضان قررنا نفتح المشروع العسل ده وعن الحال اللي وصل ليه كريم قال أنا ممكن أتحدى أي مخرج أو شركة إنتاج بكفأتي ودراستي وعمري وخبرتي والله العظيم لو قالوا لي بطلها لبطلها مشكلتي إن واثق في نفسي بفضل الله وربنا الحكم والعدل ومطرح ما ترسي ندق إلها المفاجأة بقى الموضوع موقفش عند الحسيني خالص ده حتى الفنانة مها أحمد اللي قدمت طول مسيرتها الفنية أعمال كتير هي كمان قعدت آخر 8 سنين من غير شغل وما بقاش يتعرض عليها أي شغل زي الأول علشان كده ما كانش قدامها حل غير إنها تبقى موظفة في التيك توك بعد ما تعقدت مع إدارتها من فترة وفي مرة طلعت في لايف على حسابها وقالت إنها بقت تفتح لايف علشان مش بتشتغل في الوسط الفني ولقيت مجال زي السوشيال ميديا يسطرها وقالت كمان لو أنا مثلا بعمل مصرح وفي عيلة سعودية أو كويتية بيجبولي هدايا وعندي أصدقاء يمنيين بيجبولي فضة وبقبل الهدايا فهلا قبل الهدايا وأنا في المصرح أو السينما ومش هقبلها على اللايف؟ لا هقبلها أنا حرة ومحدش لي حاجة عندي واللي كمل على نفس طريقتها هو الفنان الشاب فادي خفاجة اللي أعلن من فترة إنه مش شغال بعد ما عمل النجومية اللي حققها في مسلسل يوميات ونيس مع الفنان القدير محمد صبحي وكان دوره شرف الدين وفي الكام شهر اللي فاتوا اتصدر الترند بسبب انهياره على التيك توك علشان مش لاقي شغل ووصل به الحال يفتح لايفات ويستنى حد يحن عليه ويبعث له هدية علشان يكسب وقال أنا عايز أشتغل مش عايز أشهد إيه يا مخرجين ومنتجين مصر لو العبد لله بعد العمر ده كله ما اشتغلش في مسلسل واثنين وثلاثة مين اللي يشتغل يا أولاد المهنة والأصول الفنانة رندل بحيري كانت واحدة من ضمن النجوم اللي غدر بيها الفن وبعد سنين طويلة من النجاح في الدراما ما بقتش لقيا شغل واضطرت في النهاية تشتغل بلوجر على السوشيال ميديا وبقت تعمل إعلانات ودعاية المنتجات علشان تصرف على نفسها وساعات تدخل مشاريع علشان تزود دخلها وفي الآخر بيتنسب عليها علشان عاشت عمرها كل ممثلة وما كانتش تعرف إن المفروض تتعلم حاجة تانية علشان هيجي اليوم اللي الشغلانة تقلب عليها كده وأكيد ما ينفعش ننسى الفنانة مريهان حسين اللي بسبب قلة الشغل والعروض الفنية اعتزلت الفن من فترة قريبة وده لإن محدش مقدر موهبتها في التمثيل والغنى ورغم رجعها تاني للوسط الفني إلا إن برضو مفيش عروض لها زي الأول ولسه شغالة صانعة محتوى وبتقلد النجوم على السوشيال ميديا وفي النهاية دول فنانين عيشنا معاهم فترة من حياتنا أتحفونا ومتعونا بأدوارهم وكل واحد منهم ساب بصمة في قلوبنا وذكريات فيطارة بقى ممكن وضعهم يتغير ويرجعوا تاني للشغل في الوسط الفني قولنا رأيكم في التعليقات وما تنسوش تتابعوا صفحتنا نجوم الفن علشان يوصل لكم كل جديد من أخبار المشاهير